السلام عليكم ورحمة الله اهلا بكم في فيديو جديد تعالوا النهاردة نعمل حاجة جميلة قوي هنشتغل ان شاء الله الورد ده ده ورد كروشي صغير مقاس صغير شكله جميل وطبعا مفيش اجمل من الوان الورد فاي رأيكم نستخدم اي بواق خيوط موجودة عندنا الورد ده مش بيحتاج خط كتير خالص نقدر نعمله بالوان كتير ونستخدمه في تزين اي حاجة موجودة عندنا سواء كانت شغل كروشي او غير كروشي يلا نبدأ مع بعض مش محتاجين خط كتير جهزوا بواق الخيوط اللي متوفرة عندكم ويفضل طبعا انه يكون خط رفاية علشان الورده تطلع بالشكل ده الورده بتاعتنا كترها تلاتة سنتي وبرضو هقولوكو في خلال الفيديو لو حبيتوا تزاودوا المقاس زيادة عن كده هنعمل ايه يلا مع بعض نشوف الخطوات بتاعتنا ونقول بسم الله انا هنا معي خيط ده خيط رفاية خيط قطن هستخدمه للورده فيه لمع بسيطة طبعا ايا كان انا قلت لكم الخيط رفاية افضل نستخدم اي خيط رفاية متوفرة عندنا هادي الصمك بتاعه وهستخدم معاه ابرة رقم زيرو طبعا ابرة مناسبة للخيط لان طبعا الخيط بتاعنا رفاية وكمان انا عايزة الغرزة تكون مجدودة طبعا انا ببدأ باي عدد من السلاسل انا عايزاها انا هبدأ عندي هنا بعشر سلاسل وكل سلسلة بتكون لبتلة فانا تلوقتي هبدأ بعشر سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر طبعا انا كل ما بزود في العدد كل ما بكبر في حجم الوردة اي دي عشر سلاسل بارتفع تلات سلاسل ارتفاع العمود بلفة واحد اتنين تلاتة والتلات سلاسل دول برضو انا هاعتبرهم عمود بلفة باروح على طول على السلسلة رقم اربعة وباشتغل هنقول بقى العمود رقم اتنين عمود بلفة اهو بالشكل ده انا كده اشتغلت عمودين فبالتالي هيبقى عندي المجموع النهائي حداشر عمود بلفة اروح على طول على السلسلة اللي بعدها وباشتغل عمود بلفة هي السلسلة اللي بعدها على طول وبكمل بنفس الطريقة عمودة بلفة على كل سلسلة عندي هكمل الهداشر عمود وارجع لكم خلاص انا دلوقتي اشتغلت عشر عمودة بلفة زائد التلات سلاسل اللي اعتبرتهم عمود عندي حداشر عمود بلفة بارتفاع تلات سلاسل وبالف القطع اللي عندي وببتدي بقى شغل في البتلات نركز بقى في الخطوات دي باجي على طول من اول عمود عندي بدخل تحت حرف الفي بشكل ده واخد الخيط كده انا معايا تلات لفات باطلع من لفتين بس وبدخل كمان مرة دي المرة التانية وبرضو باطلع من لفتين بس وارجع ادخل تاني اخد الخيط وادخل وبرضو اطلع من لفتين بس انا معايا اربع لفات وكمان مرة اخيرة وبرضو باطلع من لفتين بس معايا خمس لفات على الابرة اطلع منهم كلهم انا كده باشتغل قرزة كلاستر وثلاث سلاسل علشان نقفل الغرزة بتاعتي في نفس المكان اللي اشتغلت فيه او الشكل ده في نفس الغرزة غرزة منزلقة علشان نقفل البتلة بتاعتي دي اول بتلة شايفينها من الظهر عاملة ازاي هي بتبقى مقعرة شوية برزة شوية من الخلف وارتفع ثلاث سلاسل واحد اتنين ثلاثة وانقل بقى على العمود اللي بعده على طول يعني بدخل تحت حرف في العمود اللي بعده اخد الخيط واطلع من لفتين بس وهدي المرة التانية بدخل وبردو بطلع من لفتين بس معي تلات لفات وكمان مرة تالتة واطلع من لفتين بس والمرة الرابعة اخد الخيط واطلع من لفتين بس لحد ما بيبقى عندي خمس لفات بالشكل ده اطلع منهم كلهم وتلات سلاسل واقفل على طول البتلة بتاعتي شغل في منتهى السهولة بس مش عايزين لغبطة في الأماكن اللي بندخل نشتغل فيها أو بنقفل بورزة منزلقة شايفين شكل البتلة من الظهر برزة شوية هو ده الشكل اللي احنا عايزينه للبتلات بتاعتنا وكمل بنفس الطريقة هوريكي آخر واحدة وبعد كده أكملنا زي ما اتفقنا بنشتغل في البتلة بتاعتنا ونرجع نرتفع ثلاث سلاسل من مكاننا ونبدأ على طول في العمود اللي بعده أو البتلة اللي بعدها بدخل تحت حرف الفي واطلع من لفتين بس وادخل كمان مرة في نفس الغرزة برضو بطلع من لفتين بس تلات لفات ودي كمان مرة المرة التالتة كده بقى معي أربع لفات والمرة الرابعة بدخل في نفس المكان واطلع من لفتين بس واطلع من اللفات كلها ونشد كويس وثلاث سلاسل علشان أقفل البتلة أو في نفس المكان اللي اشتغلت فيه غرزة الكلاستر بقفل فيه بغرزة منزلك ونشتغل البتلات بنفس الطريقة دي سهلة جدا طبعا زي ما اتفقنا نبقى عندي 11 عمود بلفة مفروض يطلع لي 11 بتلة هكمل بنفس الطريقة البتلات بتاعتي وهتأكد من الأماكن اللي بندخل فيها ونشتغل فيها الغرز هكمل بنفس الطريقة كده وهرجع لكم خلاص انا اشتغلت البتلات بتاعتي اشتغلت 10 بتلات أو مظبوط 10 بتلات فاضلي البتلة رقم 11 نخلي بقى من مكان البتلة رقم 11 لأن احنا هنشتغلها في الثلاث سلاسل اللي كنا ارتفعنا بيهم واعتبرناهم عمود اهي شايفين التلات سلاسل اهي دي الاعمدة اللي قبلها بروح على السلسلة التالتة من التلات سلاسل بس في البداية باشتغل التلات سلاسل زي ما اتعاودنا في بداية البتلة وبروح على السلسلة التالتة من التلات سلاسل واشتغل البتلة بتاعتي عادي جدا زي ما اشتغلت اللي قبلها اهي وادخل المرة التانية اخذ الخيط واطلع من لفتين بس والمرة التالتة والمرة الرابعة وفي كل مرة بطلع من لفتين بس لحد ده ما بيبقى عندي خمس لفات هطلع منهم كلهم وثلاث سلاسل وارجع في البتلة في نفس المكان او بالشكل ده وخلاص كده أنا خلصت البتلات بتاعتي كده خلاص أنا مش محتاجة الخيط تاني احنا فاضل لنا كده هنلف الوردة احنا هنلفها بالخيط العادي فأنا خلاص بقص الخيط اللي عندي وبعد الخيط من الابرة ونركز بقى جدا في الخطوة بتاعة لف الوردة لان هي خطوة مهمة جدا وبرضو بتحدد شكلها أنا دلوقتي بعمل ايه الخيط اللي معي ده خط البداية بنحافظ عليه مش عايزينه يتلف مع الوردة لان أنا هشتغل به أنا مجاهزة عندي الخيط والابرة الابرة العادية بتاعة الخياطة ويفضل طبعا خيط يكون نفس اللون شايفين البتلات اللي عندي خلي بالي من الخيط ده الخيط بتاعة البداية بلف أول باتلة لفة دايقة جدا او بالشكل ده ولف كمان مرة بحيث ان انا حافظ على اللفة دايقة بتاعة أول باتلة انا عملتها وبكمل لف او بالشكل ده الوردة صغيرة جدا احنا بس بنحافظ على اطراف الخيط اللي عندنا ايه شايفين شايفين بقى الخيط بتاعة البداية الخيط ده نشد كويس لان هو اللي بيزبط البتلات الداخلية بتاعة الوردة نحافظ عليه مشدود بالشكل ده او شايفين شكل الوردة من الدلالدهر طبعا نتأكد من لف الوردة كويس قبل ما نبتدي نخيط احنا هنخيط دلوقتي على الاطراف دي هنتخلص منها بس اما حاجة نبقى شدين الخيط بتاع البداية قبل ما نشتغل بالابرة باجي بالابرة كده طبعا انا بعدي دلوقتي من كل البتلات اللي انا لفتها بعدي منها مرة واحدة بالابرة وهنروح ونيجي بالخيط والابرة كزا مرة وطبعا نبقى مسكيني الوردة كويس نتأكد ان هي ملفوفة مصبوط ونشتغل بالخيط والابرة هادي الطرفين اللي عندي بلفهم حوالين بعض بمنطهة البساطة او شايفين هلفهم حوالين بعض وباجيبهم على جنبه وبابتدي على طول اشتغل عليهم بالخيط والابرة او بالراحة كده ناخد طرفين الخيط معايا طبعا سبتهم كويس في الوردة قبل ما اقصهم وارجع تاني كمان مرة او بالشكل ده وخلاص بجيب المقص وبقص الطرفين اللي عندي ما ننسيش الطرفة على خيط البداية نبقى شدينه كويس اقص بس باقية الخيط وخلاص كده شايفين شكل الوردة بسيط جدا وريق ومرة اخيرة كده هاعدي بالابرة كمان مرة قبل مقطع الخيط او خلاص كده احنا تأكدنا ان الوردة متخيطة كويس ارق وردة بصراحة ممكن تعملوها بسيطة جدا جدا وسهلة ودي الوردات التانية اللي انا عملتها برضو بنفس الطريقة عشر سلاسل في البداية ونبشي بنفس الخطاط كل ما نحب نكبر في الوردة بنزود عدد سلاسل البداية يارب يكون الفيديو عجبكم لحد ما نتقابل في فيديو جديد تاسبكم في رعاية الله